موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن معلومات وصلتنا من الجزائر تتحدث من أن السلطة الجزائرية وفي مقدمتها قيادة الجيش الوطني الشعبي الجزائري صارت تدرس سيناريوهات ما بعد الرئيس عبد المجيد تبون الاجتماعات التي حدثت هي ثلاثة على الأقل وهناك من يتحدث عنها خمسة اجتماعات على الأقل فيها التي تقريبا القيادات العسكرية كلها فيها اجتماعات حدثت في وزارة الدفاع ووصلتنا أيضا معلومات عن اجتماعات أخرى في قيادة الأركان تتحدث من أنها بدأت منذ عشية الإعلان الرسمي عن إصابة عبد المجيد تبون بكوفيد 19 ودخوله في غيبوبة ثم نقله إلى عين نعجة بصفة مستعجلة وبعد ذلك تم نقله إلى ألمانيا حيث يتواجد حاليا المعلومات التي وصلتنا بأنه لا يزال لما جاء من الجزائر كان في غيبوبة ثم عاد له الوعي ثم عاود دخل في غيبوبة أخرى هل هي غيبوبة اصطناعية بسبب الأجهزة التي غضعت لها بالنسبة للأجهزة التنفس لأنه عنده مشكلة في الرئتين عنده أيضا مشكلة في التنفس ومثل هذه الأمور وضعه الصحي لا يمكن الحكم عليه أنه سيء ولا يمكن أن يكون جيد وهو مفتوح على كل الاحتمالات احتمال أنها تتدهور أكثر واحتمال أنه يعود لأن القضية تتعلق بالمناعة وهي ضعيفة عند الرئيس عبد المجيد تبون الآن الجيش يبدو من خلال ما سمعناه وما علمناه أنه يعيش على وقع ما يشبه حالة طوارئ مثل التي عاشها الجيش عاشية اندلاع الحركة الشعبي أو حتى قبله الجيش بدأ يتحرك قبل 22 فيفري 2019 في تلك المرحلة بدأت الاجتماعات وكذا الجيش الجزائري على وقع نفس الاجتماعات وبنفس الطريقة المعلومات ليست كبيرة التي وصلتنا والتفاصيل عند أصحابها والذين حضروا هذه الاجتماعات ولكنه الواضح أن الجيش صار يبحث بجدية سيناريو ما بعد تبون معناها إما وفاة تبون بسبب هذا المرض أو أنه سيتم الإعلان عن عجزه الصحي وبعد ذلك يطبق الدستور أو أنه استقالته الاستقالة إما أنه يجيو ويقول بأن الرئيس أعلل استقالته بسبب وضعه الصحي أو أنه يطبق عليه المادة الدستورية ليصير رئيس مجلس الأمة في مكانه المدة 45 يوم إذا استمر هذا الوضع الصحي للرئيس تعلن استقالته بصفة آلي الجيش الوطني الشعبي والمؤسسة العسكرية بصفة عامة وبعض جهات من السلطة الجزائرية صارت تبحث سيناريو ما بعد تبون إذن هذا الأمر إذن المؤسسة العسكرية صارت تستعد إلى خطة بديلة لأن وضع الصحي للرئيس كما قلنا مفتوحة لكل احتمالات في أي لحظة قد تتصل بهم الجهات التي تعالجه في ألمانيا وتخبرهم بأنه توفي الاحتمال أنه سيبقى على هذا الوضع والاحتمال الآخر أنه سيطول في هذه الرحلة العلاج ستطول المدة مما سيخلق وضع سيء في إدارة البلاد لأنهم أصلاً ما زالت هناك إشكالية غياب بتفلقة وهم عادوا إلى المرحلة البتفلقية لذلك على الملاحظ أن الفريق سعيد شنقريحة صار كأنه يلعب الدور الذي لعبه القايد صالح في تلك المرحلة لكن الفرق ما بين المرحلتين أنه هناك شارع في إجماع ضد عهد الخامسة البتفلقة أمر آخر أن القايد صالح في تلك المرحلة انحاز إلى المطالب الشعبية لكن الفرق ما بين تلك المرحلة والمرحلة الحالية أن السعيد شنقريحة انحاز إلى الدستور وانحياز المؤسسة العسكرية الدستور وهذه النتائج الضئيلة والهزيلة جداً إن أضرت بصمعة المؤسسة العسكرية يعني كان من المفروض المؤسسة العسكرية تحافظ على حياديتها حتى إذا لم يشارك الشعب حتى لا تظهر المؤسسة العسكرية أمام العالم أنها انحازت إلى مشروع وهذا المشروع لم يذهب له الجزائريون الانتخابة وهذا موسيء إلى المؤسسة العسكرية هذا إما يعود إلى حسابات خاطئة أو إلى الغموض الذي لف المواقف عندما نقرأ تصريحات شنقريحة تظهر أحياناً أنها مع الدستور أحياناً أنها تحاول تظهر حيادية هناك نوع من التخبط أيضاً مجلة الجيش كانت صريحة دافعت عن هذا الدستور إذن أنه انحياز الجيش لصالح هذا الدستور أضر به كثيراً وعليه بلا أدنى شك أن يتخذ مبادرات تكون في الصالح الشعبي حتى يعيد الزخم الذي كسبه في عهد القياد صالحة بلا أدنى شك أن الجيش رغم ما قيله ورغم ما استهدف في تلك المرحلة إلا أنه على المستوى الشعبي العام لم يكسب الجيش الوطني الشعبي شعبية بين الجزائريين وقيمة مثل ما حدث في العام الماضي مع الحرك الشعبي في عهد القياد صالحة على المؤسسة العسكرية أن لا تضيع هذا الأمر أن لا تضيع هذا الأمر لذلك يبدو أنهم بلا أدنى شك الشيء الذي نفكر فيه نحن حتى هم يفكرون فيه فلديهم نخاب ولديهم إطارات ولديهم كثير من الأمور لذلك على ما يبدو يبدو ويتضح أن هذه الاجتماعات بصفة دورية وعدم الحديث عنها لو نذكر في المراحل السابقة أنهم كانوا يتحدثون عن اجتماعات الجيد صالح مع القيادات العسكرية مع قادة النواحي ولكن هذه الاجتماعات بعد الحملة المكوكية التي قام بها السعيد شنغريح في النواحي العسكرية قبل الانتخابات أو قبل الاستفتاء بعد ذلك الآن توقف نهائي وصارت هذه الاجتماعات سرية لا يجري الحادث عنها يعلم بها إلا ضباط كبار وكذا وكذا ولا يتحدثون بها عبر الإعلام بصفة رسمية ما الذي تدرسه هذه الاجتماعات المتوالية والمتتالية من طرف قيادة الجيد هناك كثير من الملفات ملف الأمن ملف كورونا ملف التطورات الوضع في الجزائر كثير من الملفات بلاد نشك هناك ملف يتعلق بالجيش الوطني الشعبي وقضايا أخرى ولكن الملف الذي بلغنا من مصادر موثوقة أنه تم طرح السيناريو ما بعد عبد المجد من السيناريوهات التي نوقشت هو اعتماد هذا الدستور هذا الاعتماد يقتضي توقيعه من رئيس الجمهورية هم الآن يبحثون الطريقة لو تعافى إلى حد ما رئيس الجمهورية ورجعت له نشاط يمكن حتى إدخالوا إلى الجزائر بطريقة ما وعادته تغيير مستشفى آخر أو شيء من هذا قبل ديروا السيناريو دخلوا ويوقع الدستور وبعد ذلك يطبقوا المادة الذين راهنوا على هذا الطرح قالوا بأن في فرصة جيدة على أن المادة تقول تشاهدونها في الصورة الآن المادة تقول يعني أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس ماما بسبب مرض خطير ومزمن نجد تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون بدون أجل قبل كانوا يحكوا عن المجلس الدستوري الآن غيروها المحكمة الدستورية المهم قل كيعلن البرلمان معقد بغرفتين المجتمعاتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ويكلف بتالولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقساها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مرعاة أحكام المادة 100 من الدستور في حالة استعمال إذن يخذ فرصة 45 يوم يمسك في مكانه رئيس مجلس الأمة 45 يوم في حالة أن رئيس الجمهورية لا يعود إلى وضعه الطبيعي إذن يربح شهر ونص 45 يوم في حالة استعمال المانع بعد انقذاء 45 يوما يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا هنا يبحث سيناريو هنا الاستقال وجوبا أو الاستقالة اختياريا استقالة اختياريا أن الرئيس هو الذي يعلن استقالاته يشوف الوضع الصحي الصحي تاعه سيء وراح يبقى يعالج وكذا وكذا كذا يعني انه استقالته وينهيلهم أو ما استقالة وجوبا تأتي عبر هذا السيناريو يربحه شهر ونص وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في فقرة السابقة وتبقى لأحكام الفقرات لا يتمنى هذه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة تصريح بالشغور نهائي للبرلمان الذي يجتمع وجوبا خلاص إذن في حالة دم خمسة وربعين يوم يجتمع في حالة يعني هذه الاستقالة أو 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 والوفاة تجتمع المحكمة الدستورية وتثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة تصريح كذا يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوم تسعين يوم معناها ثلاثة شهر زيد خمسة وربعين يوم ولت ربع شهر ونص تنظم خلال انتخاب وفي حالة استحالة إجرائها يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز يعني ممكن تمديد المدة إلى تسعين يوم ثلاثة شهر أخرى ثلاثة شهر ثلاثة شهر سبعة شهر ونص سبعة شهر ونص تكون فرصة أولا على ما يقول إليه وضع كورونا وكذا وكذا وأيضا يكون أن السيناريو تم تم حكته بطريقة جيدة لكن الإشكالية التي تعترضهم إذا تبقوا هذه المادة أو المادة السابقة الدستور السابق وتعرفوا المرة الماضية بالدستور السابق ولما أجلوا الرئاسيات أفتل مجلس الدستوري بمدة أخرى وحكم عبد القادر بن صالح أكثر من المدة اللي يفرضها الدستوري بفتوى من المجلس الدستوري ولكن الإشكالية الآن أن رئيس مجلس الأمة هو رئيس بالنيابة هو رئيس بالنيابة لذلك يعتبر المجلس الدستوري في حالة شغور نعم ولذلك هنا في البند هذا إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان تجتمع المحكمة الدستورية وجوباً وتثبت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصل المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولي يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهام رئيس الدولي خلاص معناها في حالة أنه الآن يعتبر رئيس مجلس الأمة في حالة شغور لأن هذا رئيس بالنيابة والمادة الدستورية تتحدث عن رئيس مجلس الأمة وليس بأرئيس بالنيابة إذن مجلس الأمة في حالة شغور إذن في الدستور السابق في الدستور السابق إخواني الكرام ماذا يتحدد؟ الدستور السابق يتحدث ولا يحق وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية ووفاته بشغل رئاسة المجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري ويثبت الإجماع وفي هذه الحيات أولى رئيس المجلس الدستوري إذن في المادة السابقة تحدث عن رئيس المجلس الدستوري إذا طبقوا المادة السابقة المادة الدستور السابقة لا توقيع لهذا الدستور في هذه الحالة رئيس المجلس الدستوري السيد فنيش هو الذي يكون رئيس الدولة وفقه ما تقرونه لكن إذا تم توقيع هذا الدستور وتمريره يصير رئيس المحكمة الدستورية نشوفوا المحكمة الدستورية كيف تعيد المحكمة الدستورية حسب الدستور الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام دستورية طلبة المحكمة الدستورية سيئة المؤسسات تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها تتشكل محكمة الدستوري من 12 أعضاء أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها وعضو واحد ينتخبه مجلس الدول ستة أشخاص ينتخبون بالاقتراع الأمن أسات القانون الدول يعني نفس الطريقة التي عليها المجلس الدستوري إذن هل إذن ضروري جدا هل من الممكن تحويل المباشرة يجوه المجلس الدستوري الموجود حاليا ويحولوه مباشرة إلى محكمة الدستورية أم يقتضي الأمر تعيين أعضاء جدد هنا تبقى الإشكالية قائمة هذا مثلا هذه من بين السيناريوهات المطروحة لكن لكن أنه في حال خلاص رئيس المجلس السعب الوطني مبتعد بعيد إذن إما أنه إذا كان وقع الدستور دستور يعين رئيس مجلس الأمة أو يتم الإعلان رسميا عن من هو رئيس المجلس الأمة بصفة رسمية وبعد ذلك آلكة يقول إليه الوضع أم أنه هناك سيناريوهات مختلفة تجري إحاكتها لكن المؤكد على أن السلطات تفاجأت بهذا الوضع لم تكن تعد لها يعني لو كان رئيس بدأت تظهر عليه أعراضه كان وضعه الصحي ممكن يجري ترتيب البيت الداخلي في وضع الرئيس العادي ولكن الرئيس يصاب بهذه الطريقة الفجائية ويدخل مباشرة في غيبوبة هذا وضع السلطات في أزمة كبيرة وهي الآن تبحث سيناريو ما بعد تبون إذن بحث هذا السيناريو هل السلطات العسكرية توفرت لديها معطيات أن الرئيس تبون لا يمكن أن يعود إلى وضعه الطبيعي هل أنها مجرد إجراءات إحتياطية لما قد تقول إليه الأمور بصفة مفاجئة من هو الشخص الذي سيتم إعداده ليكون خليفة للرئيس عبد المجيد تبون في حالة استمر هذا السيناريو كل هذه الأسئلة ما زالت لا نعلم أيها شيئا لكن المؤكد والذي نجزم به أن الاجتماعات التي حدثت مؤخرا درست سيناريو وفات عبد المجيد تبون استقالته وجوبا أو اختيارا أيضا عجزه عن ممارسة مهامه بصفة صحية بقاء علىها وضع الوضع لأن الحديث الذي دار على أن بقاء الوضع هذا إلى مدة طويلة سيتسبب في خلخلة الوضع وربما يؤدي إلى إلى مواجهات أو شيء مع الشارع أو انتفاضة في الشارع أو عودة الحركة الشعبية كل هذه السيناريوهات أخذت بعين الاعتبار لأن المؤسسة العسكرية ليس لديها استعداد الآن أن تخسر رصيدها السابق وتدخل في مواجهة مثلا مع الشارع أو من هذه الأمور كل الاحتياطات درست ودرست بجدية وما زالت محل نظر ودراسة وحتى احتقال الشارع آرع بسبب الدستور وبسبب هذه الأوضاع أيضا أخذها بعين الاعتبار المؤسسة العسكرية الآن في حالة طوارئ من أجل مواجهة كل السيناريوهات المختلفة وخلال الأيام القادمة من المحتمل جدا أنه سيجري لقاء مع شخصيات معينة وقد وضعت قائمة أذكر أن فيها بعض شخصيات الذات الثقل لن نذكر بعض الأسماء حاليا ونتحفظ عليها ولكن ربما سنتحدث عنها في الأيام القادمة هذا من جهة من جهة أخرى أنه السلطة الآن اتفقت قبل قبل الدستور تم الاتفاق على ضرورة اجتخاذ إجراءات قوية فيما يخص كورونا وهذه تحدثت عنها قبل من قبل وهذه بدأت تتأكد وستبتخذ إجراءات تضييق قوية فيما يخص كورونا كورونا منتشرة في الجزائر وكما نعلم وصلت إلى الرئيس وصلت إلى مسؤولين كبار في رئاس الجمهورية وفي رئاس الحكومة ويجري التكتم عليها وصلت إلى قيادات عسكرية وصلت إلى مسؤولين في كثير من المواقع والإدارات والوزارات إذن الإشكالية أن هذا الوباء تفشى بين الجزائريين والأرقام التي كانت تقدم ليست أرقام صحيحة وستتصعد هذه الأرقام في هذه الفطرة في الفطرة حسب السيناريو الذي تم إعداده لذلك يحاولون الضغط الآن بوباء كورونا واحتياطات كورونا من أجل محاولة عدم اندفاع الشارع أو اندفاع المواطنين واندفاع الشعب إلى الشارع مجدداً مما يخلط عليهم كثيراً من الأوراق هذه المعلومات التي وصلتني التي أردت أن أنقلها إليكم إليكم وهي من مصادر ولا يمكن أبداً أن أنقل معلومات إلا إذا جدتني من مصادر موثوقة ومؤكدة أكدة جداً 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 فيما يخص الرئيس لهذه اللحظة التي أحدثكم فيها لا يزال في ألمانيا لم تتم استعادته إلى الجزائر هناك حديث أنه تم تغيير مستشفى وهناك حديث أنه لا يزال في نفس المكان لم تقدم له أي علاج سوى التنفس التنفس الإصطناعي لأن وباء كورونا ليس له علاج العلاج الذي يقدم للأشخاص بهذا الأمر أمر هو قضية التنفس الإصطناعي ومحاولة مساعدتهم على التنفس وترك قضية المناعة لتنتصر ما فيش دواء راح يخرج هذا الفيروس من جسد المريض ما فيش لهذه اللحظة لهذه اللحظة ما فيش دواء لذلك أنه تقول رئاسة الجمهورية أنه يستجيب للعلاج هم لا يقصد أنه يستجيب لدواء ربما أو أن يعني أن الوضع التنفس تبعه والتنفس الصناعي هذاك يمر بسهولة لم يتوقف هذا التنفس حتى هذه المعلومات وأكدها وهي صحيحة أن الرئيس يتنفس إصطناعيا ولكن لا توجد أي إشكالية في دورة التنفس غير الطبيعية الإصطناعية لا توجد أي مضاعفات لكن قد تكون مضاعفات لاحقة وربما قد يتعافى تدريجيا إذا تمكنت المناعة الموجودة لديه من القضاء على هذا الفيروس الذي إن أقعد شخصا بهذه الطريقة وأدخله في غيبوبة وسبب له مشكل في صدره وخاصة الرئيس أصلا عنده مشكل في صدره بسبب التدخين لا يمكن أبدا أن يعود إلى وضعه الطبيعي إلا بإرادة من الله وطبعا دائما نتمنى الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية جزائر عبد المجيد تبوت أشكركم إخواني الكرام على حسن متابعتكم واهتمامكم وأدعوكم إلى نشر هذا المقطع وإلى تفعيل الجرس ومشتراك في هذه القناة ليأتيكم الجديد نحن نحرص على أن نأتيكم بالمعلومات المفيدة والنافعة وتأكدوا يقينا عندما نأتي أخبار من المؤسسة العسكرية فنحن لسنا نتحامل عليه بل نكن لها كل احترام وكل تقدير ولكن عندما كانت في عهد القيد صالح في السنة الأخيرة قامت بأشياء غير مسبوقة تاريخيا أشدنا بها في كل العالم والآن ارتكبت بعض الأخطاء لا يمكن أن نسكت عنها وإن صححت المسار فنحن دائما مع مؤسسة العسكرية سكرى لكم أحبة الكرام ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله